السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي جيد سعيد لقائكم مرة أخرى اليوم بإذن الله سأتقاسم معكم طريقة تأديل من الفات بوربونت الغير قابلة للتأديل وأتمنى منكم تقاسمها مع أصدقائكم لا لشيء إلا لتعمى الإفادة إذن على بركة الله فقط وقبل تقديم الطريقة إن كان المشكلة عبارة عن كلمة سير فقد سبقوا أن شرحت الطريقة بهذا الفيديو من خلال تغرى بالملفات يمكن حذف من خلالها كلمة سير بملفات ميكروسوفت طبعا هذه الطريقة لملفات المجهولات المصدر أما بالنسبة للملفات التي بها أسماء أصحابها فيجب أولا أخذ إذن تعديل عليها من أصحابها وإلا فإنك ستخرق بهذا حقوق الملكية إذن لاحظوا معي هنا بالنسبة لهذا الملف من نوع بوربونت بعد النقل عليه لفتحه فإنه يفتح مباشرة على شكل ديابوراما يعني بطريقة لا يمكنني التعديل على محتوى إذن بالنسبة لطريقة تعديل على هذه النوعية من الملفات بوربونت فالأمر جد بسيط سنقوم فقط بالذهب إلى اسم الملف وبالضبط إلى امتداد الملف ونقوم بتغيير أو بحذف SX الحرفين SX ثم نعوضهما بالحرف T فقط ثم نقرأ على الزر Entry ثم Oui الآن لاحظوا معي بعد فتح الملف بنقرتين سيفتح بواجهات برنامج البوربونت الآن يمكنني التعديل عليه كما ترون معي وأخيرا أرجو منكم إخواني أخواتي أن تتقاسم هذه الطريقة مع أصدقائكم خاصة مع زملائنا أساز الأفاضل والسادة الكريمات أيضا مع أحبابنا التلاميذ لا لشيء إلا لتعوم الإفادة وترقبوا عن مقارب بإذن الله مشاركة جديدة ومفيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر